من جانبه اشدد الحزب الديمقراطي الكردستاني على ضرورة الالتزام بالاتفاقات التي سيتم تشكيل الحكومة الجديدة على أساسها فيما أكد الوصول إلى مراحل متقدمة لحسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي النائب عن الحزب الديمقراطي شريف سليمان أكد في تصريح تلفزيوني على وجوب تطبيق الدستور بعملية تشكيل الحكومة وأن تكتب الاتفاقات السياسية ببنود واضحة وصريحة وبينا أن سبب الانسداد السياسي هو التنصل عن الاتفاقات التي تشكلت على أساسها الحكومات السابقة وحول منصب رئيس الجمهورية أكد سليمان أن الحوارات واللقاءات مع الاتحاد الوطني وصلت لمراحل متقدمة مشيرا إلى أن الأمر سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة